هو فين الجمهور؟ جمهور الكورة ما بيروحش الملعب ليه؟ ده السؤال اللي المفروض نقف كلنا عنده مكان الطبيعي لجمهور الكورة هو المدرجات طيب الجمهور ما بيروحش ليه؟ وبالمناسبة الجمهور ما بيروحش كل المباريات مش بس المباريات منتخب مصر عشان دايماً الجملة الشهيرة لا الجمهور بقى يحب الأنديا أكتر بقى منتمل الأنديا أكتر لا ما بيشجعش المنتخب لا ما فيش انتماء للمنتخب بصوا على منتخبات العالم كله الجمهور بتروح اش معنى الجمهور ما بتروحش مباريات المنتخب جمهور العالم كله بيروح مباريات الأندية ومباريات المنتخب احنا الجمهور عندنا لا بيروح مباريات الأندية ولا مباريات المنتخب ودك دليل السنة اللي فيها كان مسموح بعشرين ألف مشجع في كل مباراة بالكتير كل المباراة بالكتير يعني كل مباراة المباراة اللي بيبقى الطرف من الأطراف نادي جماهيري بالكتير خمس تلاف مشجع بالكتير قوي إلا يعني مباراة أهلي زمالك مباراة زمالك بيرامدز زمالك واسماعيلي أهلي واسماعيلي أهلي والتحايد يعني مباراة نادرة جدا ممكن تلاقي العدد زاد شوية غير كده الجمهور ما بيروحش المدرجات لكذا سبب لكذا سبب وتعالى نبدأ من جزئية الأندية أول حاجة المنافسة مش كبيرة المنافسة مش كبيرة بين كل الفرق فهتلاقي أدام ما فيش منافسة فهتلاقي الجمهور ما بيروحش كتير أدام النتيجة مضمونة وهو عارف هيحصل إيه ده سبب سبب تاني إنه بعض الناس كثير من الناس عندهم مشكلة مع تذكارة المباراة وأنا تكلمت في الحكاية دي أكتر من مرة وقلت بالقياس باللي حصل في الأسعار في الدنيا كلها في آخر كام سنة فما زالت أسعار التذاكر عندنا مقبولة نظريا تركز معي بس في الكلام مقبولة نظريا يعني مقبولة نظريا يعني الرقم اللي يعني مثلا تذكارة منتخم مصر المباراة الأخيرة للمنتخم مصر 75 جنيه قوعد بقى أشوف 75 جنيه دي بتجيب إيه هتلاقي بتجيب حاجات قليلة جدا دلوقتي خلاص يعني طب تروح بيها تذكارة المباراة هي أرخص من تذكارة سينما بالمناسبة يعني دلوقتي بس ناس تانية تقولك وحقها جدا لا بس ما هيتذكارة غالية علي أنا معايا كام 75 جنيه في مرتبة في الشهر عشان أروح بـ 75 منهم مباراة ده غير بقى المواصلات والأكل والشرب والحاجات اللي أصرفها دي كلها ومش هبقى أنا الواحدي ده أنا ممكن هبقى أنا وابني أنا وأسرتي فهتبقى الحكاية وسعة مني أوش فبلاها مدرجات ده جوز ومعرفش بصراحة ده محتاج حلول آآ زكاية يعني إيه أنا برضو مش الناحة التانية النادي مش عايز يقالي أسعار التذاكر قوي عشان هو كمان محتاج يصرف فهتقل لأكتر من كده هو مش هيكسب حاجة من دخول الجمعية للمدرجات فمحتاج حلول فدي جزئية جزئية كمان وهي مهمة جدا جدا إحنا عدنا فترة الجمهور ما كانش بيروح المدرجات فتحول الجمهور أو بقت متعة جمهور الكورة إنه يكتب بوست على الفيسبوك أثناء المباراة يطلع لايف أثناء المباراة يهزر مع المنافس بتاعه على السوشيال ميديا أثناء المباراة فبقى بيشبع رغبته بالاستمتاع بالكورة وهو قاعد في البيت ماسك موبايله بيتكلم عن اللي بيحصل في المباراة وبيتكلم ويهزر وبيضحك وقاعد على الكنابتي وقاعد على سريلي وخلص أنا كده كان مستمتع مش محتاج أستمتع بالمدرجات ترجمة نانسي قنقر